يوماً تلو الآخر تتكشف ممارسات الحرس الثوري الإيراني تحديداً فيما يتعلق بغسل الأموال فمؤخراً أظهرت وسائل أعلام إيرانية أن حميد الحسيني رئيس فرع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات في العراق هو أحد العناصر الرئيسية لدى شبكة غسل الأموال التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وبحسب إيران إنترناشنال تمكن حميد الحسيني الصديق المقرب من قاسم سليمان المقتول من الحصول على حق إذاعة مباريات قرة القدم في العراق لبث دعاية الحجد الشعبي الإعلامية والترويج لأفكار المرشد الإيراني علي خامنئي ومنذ العام 2006 ظل الاتحاد يعمل تحت إشراف وزارة الإرشاد الإيرانية باعتباره جزءا من استراتيجية إيران لتحقيق حلم الإمبراطورية الشيعية التي يسعى لها المرشد خامنئي إذ يضم اتحاد الإذاعات وتلفزيونات 210 وسائل إعلامية في 35 دولة أغلبها في الشرق الأوسط وضع حميد الحسيني بقائمة تهام كهذه ليس بجديد فقبل ثلاثة سنوات صدرت مذكرة توقيف بحقه في العراق بتهمة دعمه للإرهاب حيث تهم بالتورط في هجوم صاروخي على مركز الرافضين للحوار في مدينة النجف وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت في عام 2020 عقوبات على عدد من الشركات التي كانت تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني تحت ستار تقديم الخدمات لزوار الأماكن المقدسة في العراق وسبق أن كشفت إيران إنترناشنال عن جزء من فروع الحرس الثوري بالعراق وصفارة طهران في بغداد اللاتين تحولان ديون بغداد لطهران إلى دولارات وبدلا من إداعها في حساب الخزانة العامة تذهب في جيوب عناصر الحرس الثوري والميليشيات المدعومة من إيران في العراق